أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دكتور عبد لطيف الزياني التزام دول مجلس التعاون بحماية الشعب اليمني ودعم حكومته الشرعية وإنقاذه من الميليشيات الحوثية التي تنتهك كافة القوانين الدولية جاء ذلك في مداخلة له في المؤتمر الدولي لدعم خطة الاستجابة لإغاثة اليمن في جينيف بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش ومثلي الدول الداعمة لليمن وبحث الزياني خلال لقائه جوتريش على وضاع السياسية والأمنية في المنطقة بما في ذلك الأزمة في اليمن والوضع في سوريا والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب